قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى دائما إلى تحسين معيشة المواطن من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات وأكد مدبولي خلال كلمته في حفل تدشين عدد من المشروعات بمحافظة المينيا أكد أن حجم التنمية في المحافظة ضخمة مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات المنفدة بمحافظة المينيا بلغ 143 مليار جنيها ويحضى مشروعها كريمة بالنصيب الأكبر فيها المشروعات ليس فقط لأنها تكون مشروعات ونباهي أن نحن بننفذ مشروعات لكن نصب أعين الدولة والقيادة السياسية التي تتبعنا يوم بيوم هو إزاي أن نحن بنحسن مستوى معيشة المواطن وده أهم شيء وده اللي كانت الرسالة اللي أن كنسيات الرئيس قالها يوم تواجده في سهاج من شهر يناير الماضي أنه هو بيؤكد وبصورة قاطعة أن نحن نستمر أن نضع صعيد مصر على قمة الأولويات والحقيقة فعلاً يعني الكلام ده منعكس ومترجم بصورة حقيقية من واقع أن مشروع أو المبادرة العظيمة ومبادرة حياة كريمة يعني الصعيد في المرحلة الأولى هو اللي بيلهو نصيب الأسد من عملية التنمية الحقيقة حجم الاستثمارات اللي اتنفذت في محافظة المينيا 143 مليار جنيه وبيحظى مشروع حياة كريمة بالنصيب الأكبر منها وبعاها بعض المشروعات الأخرى اللي حنستعرضها مع حضراتكم ولكن هو ده حجم التنمية اللي اتعمل واسمحوا لي أن أنا استعرض ثلاث محاول رئيسية التنمية البشرية تنمية الإنسان والتنمية الاقتصادية عشان نخلق فرص عمل وأنشطة لشبابنا يقدر يشتغل فيها وتنمية المكان عشان نحسن من مستوى معيشة المواطن